السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائنا طلاب الصف الأول الإعدادي النهاردة إن شاء الله نتناول مع بعض نص التعاون للشعر إبراهيم العزاب ومن عنوان النص كده واضح جلياً أن الشعر يريد أن يعلمنا أهمية التعاون للفرد والمجتمع وطبعاً الإنسان يعيش في المجتمع فلابد أن يتعاون مع غيره حتى يستطيع الحياة في هذا المجتمع لأن المجتمع هو مجتمع متعاون أو لابد أن يحدث فيها التعاون حتى يتقدم ويسوده السلام والمغدة والمحبة وتنتزع منه جزور العداوة والبغضاء الدين الإسلامي من جانبه يحث على التعاون وجاء ذلك في آيات كثيرة منها قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثف والعدوان تعالوا مع بعض نشوف الشاعر إبراهيم العزب هيقول لنا إيه في النص بتاعنا من خلال قصة جميلة لقرية كانت غنية بفضل قيامها بالزراعة واعتمادها على التعاون في الزراعة حدث مشكلة لهذه القرية وهي أنه جف مصدر مياه القرية والذي تعتمد عليه القرية في الزراعة فلجأ الشباب إلى الشيوخ وتعاونوا مع بعضهم البعض في حل لهذه المشكلة وكان الحل إقامة سد الحفظ مياه المطر لاستخداميه في الزراعة بالفعل مهض الشباب المسرعين منفزوا وصية الشيوخ ونجحوا في حفظ المياه والزراعة ومن ثم عادت السعادة والفرح إلى القرية بعد أن عادت إليها الزراعة والغنى مرة ثانية يقول الشعر في هذا النص يقال كانت قرية معمورة بأهلها وبالغنى مغمورة فنضب النبع ومات الزرع وغلب الحزن وسال الدمع فقالت الشيوخ للشباني الأمر سهل وهو في الإمكان نقيم سدا فيه نحفظ المطر ومنه نروي زرعنا على قدر فاستحسنوا مقالهم جميعا ونهضوا لشغلهم سريعا فأين عطح قولهم بالكدي وغرد الشلال فوق السدي لما نيجي للبيت الأول كده يقال يعني يحكى كانت قرية جمعها قرى معمورة أي مملوءة بالسكان وضدها مغمورة بأهلها كمية أهل جمعها أهال وأهلون الغنى المراد بها الخير ومضدها الفقر مغمورة أي مملوءة مضدها فارغة يقول الشعر في هذا البيت كانت هناك قرية عامرة بأهلها ومملوءة بألوان الخير لما نيجي للجماليات نحن حفظين أن استخدام الفعل المضارع عامة يفيد التجدد والاستمرار واستحضار الصورة والفعل هنا مبني للمجهول للعلم بالفاعل كانت قرية معمورة بأهلها وبالغنى مغمورة عندنا بالغنى مغمورة تصوير للغنى بما يغمر القرية مما يحبي كثرة الخير فيها وعندنا كمان معمورة ومغمورة بينهما جرس موسيقي جميل يطرب الأذن وممكن يجيب لي في الامتحان أيهم أجمل ولماذا معمورة بأهلها أم معمورة بسكانها الأول أجمل لأن أهل البلدة هم أصحابها كما أنهم أحقوا أولى بتعميرها أما سكان البلدة فقد لا يكونون من أهلها وإنما طارئون عليها البيت الثاني فنضب النبع ومات الزرع وغلب الحزن وسال الدمع معنى نضب أي قلة مضادها زادة النبع مصدر المياه مضادها المصب مات مضادها عاشة الزرع وجمعها الزروع غلب الحزن غلب أي سادة ومضادها إن حسرة الحزن يعني الأسى مضادها الفرح وجمعها الأحزان وسالة أي تدفق وانهمرة مضادها توقف وجمد الدمع وماء العين وجمعها الدموع والأدموع يقول الشاعر جف مصدر الماء في تلك القرية مما أدى إلى موت الزرع فحزن أهلها الجماليات مات الزرع تعبير جميل يدل على الموت التام للزرع وكلمة نضب النبع نتيجة لما قبلها الفأ تفيد الترتيب والتعقيب والسرعة غلب الحزن تصوير للحزن بعدو ينتصر على أهل القرية ويصود عليهم سالة دمع تعبير جميل يدل على شدة حزن أهل القرية واضح عندنا نضب النبع مات الزرع غلب الحزن وسالة دمع بين الجمل إقاع موسيقي تطرب له الأذن وبين الأفعال نضب ومات وغلب وسالة ترتيب منطقي وبرضو يجي يقول لي أيهما أجمل مات الزرع أم جف الزرع هقوله مات الزرع لأنه يدل على الموت التام للزرع فلا أمل في عودته للحياة مرة أخرى أما جف الزرع فيمكن إعادته للحياة بالرأي أيضا يجي يقول لي أيهما أجمل ولماذ غلب الحزن أم زاد الحزن هقوله إيه غلب الحزن لأنه صور الحزن بعده ينتصر على أهل القرية كما أنه يحي بشدة الحزن وتمكنه من أهلها البيت الثالث فقالت الشيوخ للشباني الأمر سهل وهو في الإمكان الشيوخ أي كبار السن من جاوزوا الخمسين عاما ومفردها الشيخ مضدها الشباب الشبان من وصلوا سن البلغ ولم يصلوا إلى سن الرجول ومفردها الشاب في الإمكان أي في الجهد والطاقة والمراد في استطاعتنا مضدها المستحيل طيب هنا الشاعر يستكمل حديثة وقائلا أخبر الشيوخ الشباب بحكم خبراتهم أن حل هذه المشكلة سهل ويمكن تنفيذه لما نيجي للجماليات عندنا إيه عندنا قالت فعله ماضي في دلتحقيق والثبوت الشيوخ الشبان جمع للكثرة والجمع بينهما أو بينهما تضاد يقول معنا ويوضحه ويوحي بالفارق في الخبرة بين الشيوخ والشبان الأمر سهل وهو في الإمكان تمام طيب البيت اللي بعد كده نقيمه سدا فيه نحفظه المطر ومنه نروي زرعان على قدر نقيم أي ننشئ مضدها نزيل السد جمعها السدود ومعناها بناء عطارد مجرى الماء ليحجزه وتجمع على السدود والأسداد فيه نحفظه المطر نحفظ أي نصول مضدها نضيع المطر جمعها الأمطار ومنه نروي يعني نسقي مضدها نعطش زرعان على قدر يعني بحساب معلوم وجمع قدر أقدر يقول الشاعر وهذا الحل هو هنبني السد لحفظ الماء فنتمكن من ري الزراعة لما نيجي لي الجماليات في هذا البيت عندنا نقيم سدا سدا نكرة للتعظيم وعلى قدر تعبير جميل يحب الاعتدال في استخدام الماء واستخدام الأفعال المضارعة زي نقيم ونحفظ ونروي في التجدد والاستمرار واستحضار الصورة فاستحسنوا مقالهم جميعا ونهضوا لشغلهم سريعا استحسنوا أي وجدوه حسنا وأعجبهم الحديث مضدها استقبحوا مقالهم أي كلامهم والمراد نصيحتهم ونهضوا أيقام مسرعين ونشطين مضدها تكاسلوا وتقاعسوا لشغلهم أي عملهم والجمع أشغال سريعا نقدر نقول مضدها بطيئا وهنا الشاعر بيقول أعجب الشباب بنصيحة الشيوخ ونهضوا في حماس وتعاون لينفذوا فكرة بناء السد طيب بالنسبة للجماليات فاستحسنوا مقالهم تعبير جميل يدل على عجاب الشباب بنصيحة الشيوخ والفاق تفيد سرعة استجابة الشباب لنصيحة الشيوخ جميعا تحيب بالعمومة الشمول لشغلهم سريعا تعبير جميل يدل على نشاطهم وسرعة استجابتهم للحماس والعمل وسرعة استجابتهم للنصيحة طيب يجيوا لي أيهم أجمل ولماذا نهضوا لشغلهم سريعا أم قاموا لشغلهم هقول له الأول أجمل لأن النهوض يحيب بنشاط الشباب وحماسهم وسرعتهم في آداء العمل طيب فأينعت حقولهم بالكد وغرد الشلال وفوق الصد نتيجة التعاون بقى إيه اللي حصل أي نعت الحقول معنى أي نعت أي طابت ونضجت سمران مضاد الزبلت وحقول مفردة حقر الكد أي التعب مضادها الراحة وغرد الشلال فوق السد غرد معناها شد وغنى لكن المراد سالة وتدفق ومضادها بكى أو ناحا فوق مضادها تحتها والسد قناها والشلال هو تدفق ماء المطر من الجبل إلى مجرى النهر وجمحاء الشلالات كانت نتيجة العمل بهذه النصيحة أن نضجت استمار وذلك بفضل جد الشباب وقد ساعد أهل القرية بصوت الماء المتدفق من فوق السد والذي كان في أزان كتغريد الطيور فأي نعت حقولون بالكد تمام يا سنقول الفاء أنها تفيد السرعة يبقى هنا سرعة نضج الثمار استخدام بالكد يوحي بأن الكد هو السبب فيما وصلوا إليه تعبير جميل يدل على أهمية الكد والتعاب في تحقيق الهدف كمان ونتيجة لما قبلها غرد الشلال الشلال ما بيغردش الماء اللي بيغرد يبقى الطيور يبقى هنا تصوير للشلال بطائر يغرد فوق السد اختيار السد للتغريد يوحي بأن هذا البناء هو السبب في سعادة أهل القرية وعندنا الفعل أينعة في هذا البيت يدل على النطج التام وبكده نكون انتهينا من النص بتاعنا وبرضو ما نغفلش النقطة بتاعة ضع الكلمات في جملة من تعبيرك زي مثلا مضاد معمورة هقول له إيه مهجورة وضعها في جملة أقول له مثلا القرية مهجورة وغير ذلك نخلص من ذلك أن التعاون قيمة عظيمة ينبغي أن يحافظ عليها الأفراد وتحافظ عليها المجتمعات كي تحقق النجاح والتقدم والرقي شكرا لحسن استماعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته